حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابني إسحاق حدثني الحسين بن عبد الرحمني بن عمري بن سعدي بن معاذ أخو بن عبد الأشهلي عن محمودي بن لبيد أخي بن عبد الأشهلي قال لما قدم أبو الحيصري أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهلي فيهم السبن معاذ يتاميسون الحلفة من قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم هلاكم إلى خير مما جئتم له قالوا وماذاك قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا ألها لا يشركوا به شيئا وأنزل علي كتاب ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال السبن معاذ وكان غلاما حدثا حدثا أي قومي هذا والله خير مما جئتم له قال فأخذ أبو جليس أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إس بن معاذ وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعت بعاث بين الأوس والخزرج قال ثم لم يلبث إس بن معاذ أنهلك قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع حثنا بهز حدثني إبراهيم بن سعد حدثني أبن شيهاب عن محمود بن ربع وقد كان عقل مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو من بئر لهم حثنا يزيد حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يدعو هكذا وأشار بباطن كفيه نحو وجهه حثنا أبو سعيد حدثنا سليمان عن عمر بن أبي عمر وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحميه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه فبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع حدنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا فلما سلم منها قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للصبحة بعد المغرب حدثنا أبو سلمة أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمر وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل أخبرني عمر بن أبي عمر عن عاصمين عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله حدثنا حدثنا أبو سلمة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن أبي عمر عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله حدثنا أبو سلمة أخبرنا عبد العزيز عن عمر بن أبي عمر وعن عاصم بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن في الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافنا عليه حدثنا أبن أبي عادي عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغربة فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم قال أبو عبد الرحمن قلت لأبي إن رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم تجزه إلا أن يصليهما في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صلوات البيوت قال من قال هذا قلت محمد بن عبد الرحمن قال ما أحسن ما قال أو ما أحسن ما انتزاع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتني من آيات الله عز وجل ألا وإنهما لا ينكسفاني لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المسجد ثم قام فقرأ فيما نرى بعض الكتاب ثم ركع ثم اعتدل ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى حثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن عمر وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوى فما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجيدون عندهم جزاء حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن عمر وابن أبي عمر وعن عاصمي ابن عمر الضفري عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوى فما أخاف عليكم فذكر معناه حثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد عن عمر ومولى المطالب عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم الطعام وشراب تخوفا له عليه حثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد عن عمر ومولى المطالب عن عاصمي بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزاع حثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعدي بن معاذ عن أبي صفيان مولى أبني أبي أحمد عن أبي هريرة قال كان يقول حدثوني عن رجل إن دخل الجنة لم يصل قط فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو فيقول أصيليم بن عبد الأشهل عمر بن ثابت بن وقشي قال الحسين فقلت لمحمود بن لبيد كيف كان شأن الأصيليم قال كان يأبى الإسلام على قومه فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدله الإسلام فأسلم فأخذ سيفه فغد حتى آتى القوم فدخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة قال فبينما رجال بني عبد الأشهل يتميسون قتلاهم قتلاهم في المعركة إذا هم به فقالوا والله إن هذا للأصيليم وما جاء لقد تركناه وإنه لمنكر هذا الحديث فسألوه ما جاء به قالوا ما جاء بك يا عمر أحربا على قومك أو رغبة في الإسلام قال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله وأسلمت ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني قال ثم لم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إنه لمن أهل الجنة حثن إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن زيدي بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد الأنصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزيدي عن عمري وبني أبي عمر وعن عاصمي بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوى فما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجيدون عندهم جزاء إن 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 ترجمة نانسي قنقر